معلومات وحقائق عن كلب الدوغو الأرجنتينو سلام الله عليكم ومرحبا بمشاهد قناة عالم العجائب كلب الدوغو الأرجنتينو الكبير القوي الأبيض النظيف يبدو فخما ولكن على الرغم من كونه صيادا طبيعيا وصيادا رائع إلا أنه سلالة مبهجة وودودة ورفيقة ممتازة للعائلة إن كلب الدوغو الأرجنتينو حنون ومخرس مع عائلته ويتمتع بالتواجد بجانب صاحبه المفضل مع الكثير من الملاطفة والحب حيث أن كل كلاب الدوغو الأرجنتينو تعشق الأطفال كما أنهم يسعون إلى الاهتمام بأصحابهم متسامحون بشكل مفرد مع الأطفال تم تربية كلب الدوغو الأرجنتينو لاستياد الخنازير البرية وغيرها من الفرائس الكبيرة ويتميز بالنشاط الكبير المصحوب بعدم الخوف والقوة والقدرة على التحمل ونتيجة لذلك تطلب كلب الدوغو الأرجنتينو القويض الطاقة العالية الكثير من التمارين اليومية والمالك الذي يمكن توفير التدريب المبكر المتوازن للكلب حيث أن أصحاب الكلاب دو الخبرة والثقة هم الأفضل لتربية واقتناء الكلب الدوغو الأرجنتينو هذه ليست سلالة للمبتدئين أصحاب الحيوانات الأليف المبتدئة على رغم صداقته مع البشر إلا أن بعض الكلاب الدوغو الأرجنتينو قد تبدو لها سلوك عدواني في بعض الأحيان يمكن لكلب الدوغو الأرجنتينو أن يعيش بسلام مع كلب من جنس آخر ولكن في أوقات أخرى يكون أفضل حال عندما يكون بمفرده العديد من كلاب الدوغو الأرجنتينو لديهم أيضا محرك افتراس عالي وسوف يقوم بمطاردة القطط والحيوانات الأليف الأخرى الصغيرة سلالة كلب الدوغو الأرجنتينو مجموعة الحراسة الوزن من 33 إلى 40 كيلوغرام الطول 59 إلى 67 سنتيمتر إلى الكتيف الفرو قصير وسليس اللون الأبيض متوسط العمر متوقع من 9 إلى 15 عام خصائص كلب الدوغو الأرجنتينو مستوى المودة مرتفع الصداقة مرتفع المودة إلى الأطفال مرتفع المودة إلى الحيوانات الأليفة منخفض الحاجة إلى التمارين مرتفعة المرح منخفض مستوى الطاقة مرتفع قابليته إلى التدريب مرتفع مستوى الذكاء مرتفع الميل إلى النباح منخفض كمية تساقط الشعر منخفض تاريخ كلب الدوغو الأرجنتينو يجب أن نشيد بالأستاذ الجامعي ومربي الكلاب المتحمس أنطونيو نورس مارتينز الذي قام إسهاما كبيرا لتربية هذا الصن في نهاية القرن التاسع عشر بداية من القرن العشرين وفي الفترة التي ظهرت فيها شعبية غير مسبوقة من البعارك الكلاب من بين المقاتلين مرزت كلبة بيضاء يرجع أصلها إلى إسبانيا والذي كان يسمى أيضا كلبة القتال الأبيض قرطبة على رغم مارتينز لم يكن من المعجبين من مثل هذا النوع من الترفيه إلا أنه نظرا في إمكانية هذه الكلاب والشجاعة والقوية بلا حدود ومن ثم قرر أن يصنع حيوانا ذات شكل جديد قوي لا يعرف الخوف مع نفسية مستقرة ومجموعة واسعة من التطبيقات من صيد الفرائس الكبيرة إلى العيش مع العائلة وقد تجاوزت خصائصها كل التوقعات مثل هذا الصياد الجريء مع ضبط النفس لم يسبق له مثيل حتى الآن اليوم يستخدم الكلب الأرجنتيني ليس فقط للصيد ولكن أيضا باعتباره رفيق كلب الخدمة وكذلك الدليل للمكفوفين تم تطوير كلب الضوغو الأرجنتينو لتتبع الفريسة وتضييق الخناق عليها في مكانها حتى يتمكن الصيادون من الوصول إليها اليوم تم الاعتراف بكلب الضوغو الأرجنتينو من قبل نادي بيت الكلب المتحدة حيث يعد جزءا من مجموعة كلاب الحراسة ساهمت العديد من السلالات الأخرى بجيناتها إلى كلب الضوغو الأرجنتينو بما في ذلك كلب البوكسر والبولدو والبولتيريال والكلب الدنماركي العظيم والكلب الإرلندي وكلب البونتر وكلب الدرواز الإسباني تدريب كلب الضوغو الأرجنتينو كبير ضخم وقوي الإرادة كلب الضوغو الأرجنتينو بحاجة لتدريب مستمر والتنشئة الاجتماعية بدءا في وقت مبكر من الفترة ما بعد الولادة من أجل حصول على كلب كبير الحجم حسن التصرف هذا الصنف يحتاج إلى مالك مضمون يمكن أن يكون قائدا جيدا للكلب حيث أن الطرق القاسية القوية مع الكرب الدوغو الأرجنتينو لن توصل إلى أي شيء لكنها ستستجيب بشكل جيد للغاية للتقنيات التدريب الإيجابي يجد بعض الناس صعوبة في التدريب حيث قد يكون من الصعب إبقاء تنتباههم على المهم المطلوبة إن كلب الدوغو الأرجنتينو دكي لكنهم كلاب صيد ويمكن تشتت انتباههم بسهولة من خلال الروائح المثيرة التي تأتي عن طريقهم وقد يحتاج كلب الدوغو الأرجنتينو إلى 60 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضي اليومية إن المشي أمر رائع لكن لتنجح حقا مع كلب الدوغو الأرجنتينو جرب الركض أو الجري الحر في منطقة مسيجة بأمان أو التدريب على رياضة الكلاب التنفسية مثل الرشاقة أو الطاعة أو سحب الوزن الخبر الصار هو عندما يصل على ما يكفي من التمارين الرياضية فإن كلب الدوغو الأرجنتينو يكون هادئ في المنزل سعيد بالجلوس على الأريكا وفي حضنك رعاية كلب الدوغو الأرجنتينو لا يتساقط شعر كلب الدوغو الأرجنتينو الأبيض السليس الكثير ولكن كلب الدوغو لديه القليل من رائحة الكلاب هم كلاب منزل أنيقة ونظيفة معطف قصير ذات ملمس حريري وسهل الرعاية ولكن التنظيف الأسبوعي مهم باستخدام فرشات ناعمة أو فرشات من المطاق لإزالة الشعر الميت وذلك للحفاظ على معطف لامع ونامع بالسمرار كما أن الحمام على فترات متباعدة عندما تصبح قدرة هو كل ما يلزم للحفاظ على مظهرها وشكلها الجيد تحقق من الأدنين على أساس منتظم للتأكد من خلوها من الشمع والحطاب إذا كانت الآدان تبدو حمراء عودة رائحة سيئة قم بجد والة الزيارة مع الطبيب البيطري لتأكد من عدم وجود إصابات بها بالنسبة للمستقبل يمكن أن يشرح لك الطبيب البيطري كفية تنظيف الأدنين لمنعتك وتكون الشمع أضافر كلب الدوغو الأرجنتيني كبيرة وقوية وتنمو بسرعة من المهم تقليمها بانتظام لمنعها بالنمو وتعرضها للكسر مثل عديد من الحيوانات البيضاء فإن الدوغو الأرجنتيني عرض للحروق الشمس لذلك عليك أن تضع في اعتبارها كم من الوقت يقضيه في ضوء الشمس المباشر المشاكل الصحية لكلب الدوغو الأرجنتيني معظم الكلاب العصيلة معرضة لبعض المشاكل المرتبطة بالوراثة لحسن الحاد يتمتع كلب الدوغو الأرجنتيني بصحة جيدة بشكل عام ومع ذلك هناك مسألة واحدة ينظر إليها في الدوغو وكذلك بعض السلالات الأخرى دات الفرو الأبيض وهو الصمم لذلك هذا السبب عند البحث عن الجرو من المهم بشكل خاص العطور على أبو ربي مسؤول يقوم بإجراء اختبار لاستجابة صوتية في الدماغ على كلابها لتقييم السمع الجراء ذات السلالات الكبيرة مثل كلب الدوغو الأرجنتيني تستفيد من تناول بديل اللبن الجراء الكبيرة الحجم هذه الأنظمة الغذائية الخاصة تعزز النمو البطي والتي يمكن أن تساعد في منع تطور المشاكل الصحية مثل خلال التنسج الورك وتوفر تركيبة جرو ذات سلالة كبيرة العناصر الغذائية بكميات المناسبة لتشجيع النمو البطيء والثابت من الأفضل إطعام الوجبات التي تم قياسها في المواعد المحددة التغذية الحرة ببساطة ملء الوعاء عندما يكون فارغا يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والتي يمكن أن تسهم في المشكلات الصحية مثل التهاب المفاصل خلال التنسج الورك والسكري اسأل للطبيب البيطري كم من الطعام لطعام الكرب الخاص بك وإلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم وإلى نراكم في حلقة جديدة لا يسعوني لأن أشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة